معانا كاتب ونشوف رأيه ويقولي سعيدي ايضا من السعيد مساء الخير يا مادام صفاء واشكرك على هذا البرنامج الجميل اللي بتسعيدين بيه دائما وبالنسبة للفنان الرائع حمدي احمد انا ليه رأي شخصي فيه الاستاذ حمدي احمد الاستاذ حمدي احمد فنان منذ ظهوره لاول مرة في الفيلم الرائع اللي يعد من احد اهم افلام كلاسيكيات السينما المصرية القاهرة 30 فوجئنا بوجه جديد متفجر الموهبة زقامة عالية جدا ازهلتنا وده نادر ما يحدث خصوصا في زمن انصاف المواهب دلوقتي يعني ثم بعد ذلك فوجئنا انه هذا الممثل الشاب انا زاك هو فنان زو موقف ورأي فنان مسقف وهذا النوع اللي انا احبه اقداره بصرف نظر عن اتفاقي او اختلافي معه فيما يعتنقه من ارائي كان له رأيي في القضايا العامة وكان له رأيي حتى في السياسة ومارس السياسة بصورة او باخرى ودي العلت قيمته عندي كفنان متميز دي الصفة العامة لحمدي احمد اما بالنسبة لي انا في الصفة الخاصة فهو فنان صعيدي من سواك وفي الحقيقة ميزة الفنان الصعيدي انه هو يفقن اللهجة الصعيدية اللي احنا بنعاني الامرين بالنسبة للممثلين في عدم اتقانهم لهذه اللهجة ومع ذلك وللأسف لم يصادف انه عمل معايا عمل يعني من الاعمال الصعيدية اللي انا كتبتها معرفش ليه يعني انما ان شاء الله هيأتي يعني هذا الشرف ليه يعني او للعمل اللي انا اقدمه وهو على فكرة كان من اله اللي هيبقوا اساسيين في مسلسل زئاب الجبل لو لا وصور بالفعل لو لا انه وقتها يعني اضطر للصفر فترك العمل يا أستاذ حمدي انا عاجز اكسوا انت لاحظت يمكن اني انا قلت كان له اهتمامات عامة واهتمامات سياسية انا بسيط لقيت هذه الصفة ابتدت تخفت يعني شوية هل انت انسحبت من المواقف العامة هل انت انسحبت من التعبير السياسي اللي احنا من احوج دي احوج الاوقات لوجود فنانين يهتموا بالقضايا العامة والسياسة وليه اه اه انا عايز حظتك تجاوبني على هذا السؤال وتعطي اه اه مبرر معقول يعني لهذا شكرا طبعا الاستاذ محمد صفاء عامر الكاتب المعروف وهو سألك في نقطة واحنا نحب نعرف ردك عليها اولا انا بقى احيي الاستاذ المستشار محمد صفاء عامر اه على اني انا لفت نظره او انتباهه بحيث انه هو يعني ايه 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 حركت فيه حاجة عشان يسألني سؤال اكيد طبعا لازم يكون في حاجة فانا بشكره يعني ولو اني انا مش عايزة تبادل معاه اه علشان خاطر هو رجل صعيدي انا راجل صعيدي وهو راجل فنان عظيم وانا عايز احييه على كتاباته الصعيدية ما اشتغلتش معايا استاذ حمدي قبل كده والله ما حصلش الفرصة دي يعني لسوق حظي معلش يعني او حاجة زي كده يعني لكن هو وعدني بانه الايام جاية ان شاء الله ان شاء الله لكن انا يعني من المعجبين بكتاباته وبفنه لانه راجل جد ايوه واخد المسألة جد وقضاياه جد ويمكن هو بيعاني من نفس اللي بيعاني منه ان اللهجة اللهجة الصعيدية ما بيجدهاش رغم انه بيجبولهم واحد صعيدي ايه لكن انا عايز اقول حاجة هي ما هياش اللهجة لهجة مسلسل لا هو لابد ان المعاهد الفنية تدرس لهجات صح يعني يبقى فيه واحد متخصص بيدرس لهجات صح لهجة المنافية تختلف عن لهجة الدهقاهلية تختلف عن لهجة دميال تختلف عن لهجة برسعيد تختلف عن لهجة الشرقية اه لابد ان هما يدرسوها علميا اه في واحد الله يرحمه يحسن اليه اسمه زكريا الحجاوي اه زكريا الحجاوي عنده ارشيف كبير جدا اه مية المية موجود عند اولاده اكيد يا سلام لو خدنا هذا الارشيف وسمعناه لطلبة الفنون او طلبة المعاهد او طلبة المعاهد السينما وطلبة المعاهد المصر وطلبة الاكاديمية اللي بيقلفوا مم علشان ندرس حاجة اسمها علم اللهجات مم وده بيدرس في العالم كله مم علشان يبقى هو عارف يفرق ما بين لهجة اسيوت ولهجة سهاج ولهجة جنة سلام اه والله والاستاذ المستشار محمد صفاء عامل من جنة من جنة خدتبعها اه ولهجة جنة غير لهجة سهاج اه خدتبعها دي لهجات اه ادي حاجة الحتة التانية اللي هنجاوب عليها بقى لو جابوا لو جابوا هذا التراث العظيم اللي عندي استاذنا الفاضل زكريا الحاجة اوي ها ودرسوه او خدوا منه نسخة يدرسوها هنستفيد تستفادة كبير هو بيسألني سؤاله وقال لي اه ارجوك تجاب عليه بولك انتبعدت عن السياسة اه ان انا ابعدت عن لا انا مبعدش عن السياسة انا ما زلت كاتب سياسي في اكبر صحيفة اه اسبوعية سياسية ليه قالوا فترة من فترة قالوا انك انفصلت من الحزب لا انا منفصلتش انا اختلفت معاه اه انا اختلفت معاه اه لاسباب كتيرة جدا ليس الان هو وقتها وانا محبش ازيعه محبش ازيعه وقتها واتهمون ان انا بتعامل مع امن الدولة وحاجات زي كده وهذا غير صحيح هذا غير صحيح يعني لان انا ايه ايه لانا يعني لانا لا لا حستفيد حاجه ولا 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 حد هيديني منصب ولا انا بطمع في منصب ولا بطمع في وزير ولا اي حاجه مني انا تخطيت هذا السن يعني بمراحل خلاص من ناحية البتاع ده لكن انا انا اختلافي كله اختلاف مذهبي واختلاف فكري واختلافي على بلدي لما اعمل حزبي بحزب المصر مش حزبي بتلقى اوامره من الخارج لا انا محبش كده طب ليه حطموا السيارة بتاعتك اختلاف لا في الاجتماع اعدنا الاجتماع من 11 ل 6 مساء وانا مختلف معاه لما نزلت علشان اخد عربيتي لقيتهم مسكين انا كنت حطتها في جراش الحزب والجريدة ايه في الحزب في المجرى المجرى اللي بتنزل المياه لما بيغسله العربيات اه المجرى الزهري الكبيرة دي مسكوا المجرى الزهري دي وطاخ طاخ 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 المختلفين معايا افراق وكسروا العربيات داعي بالسياسة ودغدغوه عملتي ايه بقى روحت عملت محضر وستكت للنياب بس النياب حققت معايا وهما لا بس هكتفي بهذا الكلام طيب هكتفي بهذا الكلام احنا نحترم رأيك من ساعتها بقى ماشتغلتش في السياسة ولا في العزب بس اشتغل بالسياسة انا مزيل بتنزل السياسة لحد الان ومشارك ومشارك في كل المؤتمرات السياسية اللي بتعقيدها نقاب المحامية بتعقيدها نقاب الصحفيين بتعقيدها حركة كفاية بتاع وهكذا وبقى وبقى وشارك بالكتابة بس بتعدت بقى عن مجلس الشعب والاحزاب وكلام لا مجلس الشعب برضو لا قال ان انا قدت مهمتي خمس سنين انا بس بعدت عن الاحزاب خلاص انا مش عاجبان التجربة الحزبية مش عاجبان زى ما ما كانش عاجبني للتحدي الاشتراكي ولا ما اشترك فيه في عمري ولا عمري كان ليا استمارة في التحدي الاشتراكي موقف موقف ايو اه موقف